هناك من شباب من كان يقطع عشرات الكيلومترات دهابا وإيابا من أجل أنه يذهب إلى المدرسة نعم سمح لي فقط أنه رحنا نشاهده مع بعض هذه الصور اللي كانت يوم أمس يوم عشية أمس ونشوفه كذلك أنه هناك حضور جماهيري غافير جدا وكذلك البرع من الأطفال اللي رايحها درا ومختلف القطاعات من شرطة ودرك وطني أيضا وعدة قطاعات مختلفة شركت في هذا الاستعراض الذي جاب شوارع مدينة وهران تخليدا لذكرى السادسة والخمسون لاسترجاع السيادة الوطنية واحتفالا بعدي الاستقلال والشباب كما رأنا نشاهده مع بعض من شوارع مدينة وهران دائما والحفل أيضا كان في ساحة أول نوفمبر لو نرجع ليك أستاذ لو تكلمني على هذا الحفل أهميته وقيمته بالنسبة للشباب الجزائري وأيضا بالنسبة للأجيال السعيدة أنا قلت لك بالنسبة للجزائر بعض الشباب عندنا يشوفوا الجزائر الضيقة الجزائر هي قارة فيها جملين أكثر من جملين كيلومتر مربع نعم إحنا علش قربنا الشباب قربنا لك تشوفوا في بعض الشاحنة اللي فوتوا وقلنا كل منطقة خصصنا لها شاحنة نعم مثلا جسدنا 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 جسد قسنطينا وهران جسدناها في سانتا كروز وسيد لواري عندك مثلا منطقة حضاب العليا كذلك مجسدة معناها كل مناطق 22 منطقة الجزائر كلها جسدناها من خلال مجسامات باش نسهلوا على الشاب باش يعرف لأنه كاللي ما عرفش ربوما تيم قاد في باتنا كيشوف تيم قاد هنا يعرف اللي تيم قاد مثلا هي تورات كذلك عدنا بالنسبة لمنطقة القابائل كما نشوفوا الحماية المدنية أيضا هذا حماية المدنية لكن بعد كيف تستعراض سنشوفوا الشاحنة كل شاحنة تمثل منطقة ما بالإضافة قلت لك إلى أنه كانت فيه هامل شاحنة بالدو تعريف تورات الجزائر تعريف تورات الجزائر هذه هنا رك تشوف هنا السحراء لا مش سحراء هذه هذه السحراء هذه الهضاب العليا الهضاب العليا البيض نعامل أغواض جلثة إلى خيري كان كما هذه اللي مراها الجسد القسنطينا يعني كل منطقة رهي مجسدة كاين تيم قاد هنا يعني كل مناطق تعالوطن جسدناها وين كان عطيناها طابع فني وين كان المواطن ستمتع بها وكان حضور الخيال وقلت لك إحنا أنت باش تعرف حق بلاقصة الهدف تها كي يكون إقبال على المواطنين نعم بالنسبة للمواطنين كي يقول المواطنين معنا بصورة عامة شباب وكبار يقبلوا على التظاهرة فكانت ناجحة وقلت لك دائما إحنا النظرة السرطيجية اللي نشي بها السيد والي وليات وهران هو أنه يشوف في وهران دائما يقول لنا وهران هي قطب سياحي متوسطي وعدنا إذنك اللي قلنا من هذا الفترة نقلعه في هذا الإطار هذا باش نوجد وهران إن شاء الله هذه هنا مثلا نطلع حديب اللي تمثل السلام هراني الحمام اللي تمثل السلام والأمن في الجزائر دون كانت سياحينا كبيرة هاي هنا نعم صورة لرأس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية نعم فخامة رئيس الجمهورية نعم مهم هذه هنا بالإضافة إلى كانت عدة استعراضات في كوريا واستعراضات فيما يخص الرياضات رياضات القيتالية كل جيد كل رابطة مختصة كانت حاضرة اللي باس تقليدي الجزائري اللي باس تقليدي كان حاضر نعم كذلك عدنا بعض البراع ممكنت عدنا مجمعات صوتية وإن كانت حضرتين حفل اختتان فيها 120 طفل وفاتاتي وإن كانوا قدموا أناشيد وطالية لهذا كنت لك هذا هو بالنسبة لك كانت الخيالة كان لك موجود حوالي 50 خيال ولا أكثر مهم هذا كل شيء لكي نخلوه الشباب هدا يعرف بللي البلاد هادي ما جيتش بالسهولة ما اللي راي شوف فيها ويعرفوا بللي الحمد لله الجزائر الآن راي تنعم بالأمن والأمان والسلم